بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نكمل في هذه المحاضرة عن أقسام الخبر المقبول وكنا قبل ذلك قد تحدثنا عن الصحيح وعن الحسن ونتكلم في هذا المحاضرة عن باقي أقسام الخبر المقبول وهي الصحيح لغيره والحسن لغيره ونبدأ بالصحيح لغيره فنقول في تعريف الصحيح لغيره هو الحسن لذاته الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه سمي بهذا الاسم الصحيح لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند الأول وإنما جاءت من انضمام غيره له مرتبة الصحيح لغيره هو أعلى مرتبة من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته فلو أردنا ترتيب هذه الأقسام الأربعة لقلنا بداية الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره مثال الصحيح لغيره حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواكي عند كل صلاة قال ابن الصلاح فمحمد بن عمر بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته فحديثه من هذه الجهة حسن فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح نتكلم الآن عن القسم الرابع والأخير من أقسام الخبر المقبول وهو الحسن لغيره وتعريف الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طروقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه إذن الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طروقه يستفاد من هذا التعريف أن الحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما أولا أن يروى من طريق آخر فأكثر على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه الأمر الثاني أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهاله في رجاله ولا يكون فسق في الراوي أو كذب منه سبب تسميته بالحسن لغيره أن الحسن لم يأتي من ذات السند الأول مرتبة الحسن لغيره أنه أدنى مرتبة من الحسن لذاته وينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته حكم الحسن لغيره هو من المقبول الذي يحتج به مثال على الحسن لغيره ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجاز قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي فعاصم في هذا الحديث ضعيف لسوء حفظه عاصم ابن عبيد الله ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه في الباب نفسه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم